وما لهاش سن المياه البيضة ديها يستحسن بنعملها طبعا المياه البيضة بنعملها دايما عادة أشهر سبب للمياه البيضة هو تقدم السن فعادة همتزر عن سن خمسين خمسة وخمسين ستين سنة يبتدي المريض يشتكي إن النضارة ما بقتش مريحها ويروح يغير النضارة مع دكتور ويعمله مقاس جديد وبرضو المقاس الجديد ما بقاش مريحها لإن المشكلة ما بقتش في النضارة نفسيها المشكلة بقت فيه شوايب أو عكارة أو مثلا نقول نقول عتامة في العدسة اللي جوه العين ودي اللي بتخلي رؤية غير واضحة دكتور فيه أطفال بيجي لهم مياه البيضة دي نوع تاني من المياه البيضة اسمه مياه البيضة خلقية هو مولود بعيب خلقي في المياه البيضة وده بيبقى نتيجة إما عوامل وراسية أو قد يكون لقدر الله الأم جالها دورين في الوانزة أو جالها فيروس وقت الحمل وحصل مياه البيضة أثناء تكوين الجنين في بطن يعني العامل الوراثي بيتدخل في أن الجنين ممكن يجيله مياه البيضة العامل الوراثي بيبقى من الأمة وعشان كده زواج الأرايب بنحاول ننصح الناس مفيش دعا لزواج الأرايب مش مجرد مياه البيضة بس فيه أمراض كتير في العين لها وعامل وراسية فيه أمراض في الشبكية أمراض في العصر البصري أمراض في أنسيجة القزحية بتاعت العين في حاجة كتير أو في القرنية نفسيها ممكن تيجي بسبب الزواج الأرايب